أقوى محاكي ممكن تلعب عليه للأجهزة الضائفة والقوية والمتوسطة بالإضافة يا أخوان إلى انكتار المحاكي المناسب لجهازك والمواصفات جهازك طبعا يا شباب هذا الفيديو رح يكون جداً أسطوري بالإضافة إلى تعزيز الأداء في محاكي جيملوب وأفضل أدادات للأجهزة الضائفة والمتوسطة فتابع معي هذا الفيديو حتى تستفيد السلام عليكم يا أساطير أتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة وسموكر من القناة متسابق للهاب ورجعنا لكم اليوم يا أساطير بمقطع جديد وأسطوري أقوى محاكيات للعبة ببجو موبايل للأجهزة الضائفة والمتوسطة والقوية طبعا بالإضافة إلى نسخة جيملوب في آي بي بيور للأجهزة المتوسطة والقوية وأقوى محاكي للأجهزة الضائفة بلا منازع بلا منازع بعد تجربة أسطورية طبعا أتمنى إذا وما تشوفوا القناة تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة أتمنى يا شباب تشدوا حيلكم معنا وإن شاء الله سننزلكم فيديوهات أسطورية قادمة بالإضافة يا شباب إلى التحديثات الأسطورية اللي حتصير عندنا باللعبة طبعا أتمنى يا شباب أنكم تدعمونا وما تقصروا معنا وما رح نطور عليكم بالمقدمة كالمعتاد وخلينا نبلش Let's go Okay يا سطير طبعا يا شباب أول خطوة معنا بهذا الفيديو رح نكون أنه نمسح يا شباب المحاكي الموجود عندنا من جذوره باستعمال رح طبعا يا شباب رح نسرع الفيديو بشكل جدا أسطوري بحيث أنه إذا حابب أنك أنت تشوف فيديو كامل اللاحات في المحاكي من جذوره رح خليلك رابط الفيديو تاعت بالدسكريبشن بإذن الله Okay يا سطير بعد ما أنت مسحت المحاكي من جذور وأمورك تمام التمام زي ما شفنا يا أخوان طبعا نيجي يا أخوان للمستند بالشكل الآتي طبعا يا أخوان كل شي رح تلاقوه تحت بالتعليق المثبت يا أسطير دائما تيجي بتسألوني بتقولوا لي وين الشرحنا عنه أو الأدوات اللي استخمالناها بالشرح كلها دائما بتكون بالتعليق المثبت انزل شوف تحت بالتعليق المثبت بتلاقيها إن شاء الله طبعا يا أخوان كل ما عليك تيجي معك بالشكل الآتي تعطي رايت إكستراكت هير رح يطلب منك باسورد الباسورد هو عبارة عن جي آر زد زيرو بالشكل الآتي ورح يظهر معك الملف بالشكل الآتي يا أسطور طبعا كل ما علينا إنه إحنا نثبت المحاكي المناسب لمواصفات جهازنا طبعا أنا زي ما شايفين مضبط لكم كل شي ومرطب لكم كل شي بشكل جدا أسطوري طبعا زي ما شايفين أول شي عنا هون الجيم لوب الـ 32 بيت للأجهزة الضعيفة بالإضافة يا أخوان إلى جيم لوب VIB 64 بيت طبعا هذا الأجهزة المتوسطة والقوية وبالإضافة يا أخوان إلى أيقونة بوبجي إذا حاببت أن تكون على سطح المكتب كل ما عليك إنك بعد ما تحمل المحاكي هلا منشوف كما بعض كيف رح ننظبط الأمور أمورنا تمام 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 فكل ما عليك إنك تنزل كمان عندك تسريع جيم لوب هلا إن شاء الله يا شباب بهذا الفيديو رح نسوي كل شي هذا الخيارات كلية بإذن الله طبعا أول خطوة معنا ندخل على الملف بالشكل اللاتي وبنختار المحاكي المناسب لجهازنا مثلا أنا هختار زي ما نتشايفين وين نثبت المحاكي طبعا أنا رح ثبته مثلا على خالصا هيك حافظ مكانه نعطيها نستول وخلي خلص معنا وبنرجع لكم مرة أخرى طبعا يا سطير التنويه مهم يا أخوان اللي حابب أنه نغير من اللغة الإنجليزية لعربية طبعا متوفر معنا اللغة العربية فجي ما نتشايفين انتهى معنا من تثبيت المحاكي فكل معنا نعطيه وامرنا تمام التمام طبعا هلا نيجي لخطوة بعدها مهمة جدا وهي يا شباب نرجع على الملف اللي رح نخليكم تحت بالتعليق مثبت بعدين ندخل على الفولدر المكتوب عندنا بوب جي موبايل طب تدخل عليه بالشكل الآتي تضغط على كلمة بوب جي موبايل تعطيها ياس بعدها تعطيها استار زي ما نتشايفين تلقائيا هلا رح يبلش يحمل معنا لعبة بحيث انه نزلت عندنا هون على سطح المكتب بشكل جدا اسطوري يعني ما في داعي انك تشغلها من المحاكي جيم لوب بعدين تدخل على مي بعدين تشغلها وتحطها تلاقيها بالهوم كل ما عليك انك تضغط على ايقونة بوب جي موبايل رح يفتح معك المحاكي دغري بدون اي مشاكل باذن الله خلينا يا اخوان ينتهي من تثبيت اللعبة بوب جي موبايل ونرجع لكم مرة ثانية زي ما انتشايفين يا سطير انتهى معنا من تثبيت لعبة بوب جي موبايل وهلا نفتح المحاكي بحيث انه في جدا شغل ضد جدا ضروري انك تسويها بحيث عشان ما يأثر معك باللاق والرندر او المشاكل اللي بتصير معكم ان شاء الله يا اخوان رح نحلها بهاي النقطة المهمة بحيث انه نسوي الاعدادات الاسطورية الخاصة لاجهة ضعيفة والمتوسطة بشكل جدا سهل خليه يثبت معنا اللعبة مية بالمية زي ما انتشايفين ثبت معي بثواني انه هون تيجينا هاي المسج الجدا المهمة طبعا يخوان كاتب لي هون انه بدي 1720 ولا الالف تمانين طبعا يخوان اذا جهازتكم ضعيفة دغري اختار السبعمية وعشرين تمام اذا عندك الجهاز متوسط وما فوق اختار الهايج طبعا على الالف تمانين بت بحيث انه ما يسير عندك مشاكل باذن الله فكل ما علينا نعطي ريستارت يا اخوان سوي ريستارت دغري بحيث انه الاعدادات تصبت معكم مية بالمية زي ما انتشايفين عملنا ريستارت على السريع بحيث انه يصبت معنا ومرنا تمام بتمام نروح يا شباب على الاعدادات زي ما انتشايفين منسوي الاعدادات الاسطورية هاي منشيل التلت صحوح علينا هون بحيث انه ما يأثر معنا اللاق هلأنا نشرح يا شباب دلاجهزة الضعيفة اوكي يا سطير طبعا يخوان نيجي للاشي المهم للاجهزة الضعيفة او مواصفات للاجهزة الضعيفة رح نسوي اعدادات للاجهزة الضعيفة حصرا زي ما شرحت عليها بالفيديو السابق ورد علي يا اسطوري وطبعا يخوان لازم اول شي تفهموا شو هو الوبن جي ال بلس واش هو الديلكت اكس بلس طبعا يخوان اذا انت جهازك ضعيف استعمل الوبن جي ال طبعا الوبن جي ال هو احسن تشغيل او مود للرندرينج بحيث للاجهزة الضعيفة للديلكت اكس بلس هو للاجهزة القوية طبعا يخوان انا بنصح انه للاجهزة الضعيفة سوي الاعدادات هاي وان شاء الله رح تدعيلي كل ما عليك انك تضغط على الوبن جي ال وتشيل اول خيار وتخلي الثاني الخيار بعدين بتروح على اللي عنده كرت شاشة الجهاز الضعيف وكرت شاشة ضعيف طبعا لازم تشوف الفيديوهات القبل لانه جدا رح تفيدك فاذا طبقت الخطوات اللي قبل بالفيديوهات السابقة رح تستفيد منها بحيث انك انت تشغل الكرت الشاشة على المحاكي بحيث انه سير عندك اداء اسطوري كل ما عليك انك انت مثلا عندك شكرت رح نشرح بدون كرت هلا اذا انت عندك كرت بتخلي اهاي تمام اذا ما عندك كرت بتشيل اهاي فكل ما عليك انك تنزل علي الانابل lateral sync بتخلي عليها الصح وبالاضافية اخوان منعلم على تصحيح الاخطاء طبعا كل ما عليك انك انت تحط على تصحيح الاخطاء بحيث انه مايصير عندك هاي المشاكل مثلا المباني بشمراندرة معك طبعا فيه شغلات كثير بشمراندرة مثلا اللعب بيختفي اللعب السيارة بتختفي هاي كل ياتם مشاكل عم بيصير معنا بالمحاك تمام هاي الاجهزة الضعيفة بتنزل بتخليها اف برضو بتخليها اوتوماتيك المعالج بتخليه اوتوماتيك بتحط على نفس بشكل جدا اسطوري وسريع تمام انا م Agency لا لحط على فتس حضن عشرين لا الاجهزة الضعيفة السكرين دي بقا يجدا مهم في كثير ناس بقول لك لا مش مهم لا مهم يا اسطوري لانه هاي دي بقا ي teaspoon الشاشة جهازك الضعيف بتحط مية عشرين تمام بتحط مية عشرين وامورك تمام تمام هاي الاجهزة الضعيفة حصرا بتروح حال قرارج comparison الى الاجهزة الضعيفة بتختار الاسوس ار جي تو الاسوس ار جي تو هو افضل اشي للاجهزة الضعيفة بحيث اداء اسطوري مية بالمية. نيجي اخوان على الجيم. الجيم كل ما عليك انك يا صديقي انك تختار على الاس دي سبعمائة وعشرين بعدها بتحطها على سموذ وبتعطيها ديفولت على الاف بي اس او الفريمات وبتضغط سيف امورك تمام بتمام. طيب الان نيجي يا شباب للاجهزة المتوسطة طبعا هيا رح تطبق للاجهزة المتوسطة كاملة بحيث انه ما يصير عندك اي مشاكل. بتروح على الاوتو بتخلي هاي بتشغل هاي بتشيل هاي بتشيل هاي تصحيح الاخطاء لانه جهازك قوي ما يعني في لا اداعي انك تحط على تاعت تصحيح الاخطاء. بعدين بتروح يا شباب بتخليها بتستعمل خمسين بالمية من الرمات اللي عندك. مثلا انا عندي ستة عشر اختار تمانية جيجا تمام? هاي تمانية جيجا نصد ستة عشر جيجا تمام? هلا بنروح للمعالج بتخليه اوتوماتيك زي ما حكينا بنروح على اي شي كثير سهل بتحط على الخاص بشاشتك مية بالمية بدون اي مشاكل. بنروح على وبتخليها على متين واربعين متين واربعين مية بالمية ومورق تمام التمام. بنروح يا شباب على المودل برضو بنخليها على الاسوس ومورق تمام التمام. بنروح على وبتحطه اتش دي زي ما انتم شايفين. بعدها بنحطها على اذا بدك تفعل بتحط على بحيث انه يشتغل معك الاش دي ار داخل اللعب. فتحطها اوتوماتيك مثلا منحط 90 فريم وبتعمل سيف وهيك امورك تمام تمام بالنسبة للاعدادات وخلينا ندخل الشباب على شغلات اسطورية بحيث انه نسرع من المحاكي ونسرع من اداء المحاكي واللعبة بشكل جدا اسطوري اوكي يا سطير هلأ نيجي اخوان لاخر خطوة معنا بهذا الفيديو كل ما علينا ندخل على الملف طبعا شباب نضغط على كلمة تسريع game loop ونضغط عليه طبعا يا اخوان عندك هون ملفات الاقتصارات لا تمب العادية وتمب مية في عندك البيرفرش طبعا هدول كل فترة يا اخوان او دائما كل ما تدخل على اللعبة او قبل ما تدخل على اللعبة تدخل عليهم بحيث انك انت تدخليهم على سطح المكتب بايث ان انك تنظف دائما ملفات بحيث انه ما يصير عندك دمج وهمي ولا لاك ولا اي مشاكل لهم مشاكل زي ما انا حكينا دائما بفيديوهات السابقة تمام فبندخل يا شباب على السريع طبعا عندك هون الكاش بمسح لك كل ملفات الكاش الموجودة عندك بالويندوز بشكل جدا اصطوري طبعا يا شباب احد المتابعين بيقول لي انه انا لازم اسوي خطوات هاي بحيث انه انا افهم شو عم بسوي تمام طبعا يا شديقي انا لازم ارد عليك بشكل جدا اصطوري وراح اطل لك الشغلات بالعربية فيا شباب ان شاء الله هنصير نشرة ان شاء الله كامل بالعربي باذن الله طبعا يا اخوان هاي الاداة بحيث انه انت تسرع لك الجهاز من حيث اداء المعالج من حيث مداء الكرنش من حيث الانترنت عندك او الجهاز يستقبل ويأخذ الانترنت بشكل جدا اصطوري طبعا كل ما عليك انك يا صديقي انك جعلها كمسؤول وبتعطيها يس طبعا هاي شرحت الاداة يا خوان بالفيديو السابق طبعا يا خوان طبعا اگهoul انا سويتها بالفيديو السابق طبعا بتسويه دول كلياتهم يا خوان على على الهاش كاملة باذن الله طبعا زيما تشاهدون انا هاي مثلا خاصة بالانترنت لهاي الى الويرلس هاي الى الاثرنت الموجودة انها طبعا هدول بيضبطوا الاعدادات وبصير عندك البنك اسطوري بحيث انه يصير عندك اسطوري تمام بالاضافة يا اخوان الى عندك كرت الشاشة اللي عندك انك تخلي يشتغل باعلى اداء او اقصى اداء وطبعا يا اخوان هدول الشغلات كلياتهم موجودين وراح زحاب انت تشوف الفيديو رأخليك يا تحت بالدسكريبشن طبعا بتخليهم كلهم هاي بشرح جدا سريع انه ان شرحت عليهم بالفيديو السابق طبعا منسكر هاي ومنروح يا شباب على تحسين جميع اعدادات الويندوز كل ما عليك انك تضغط عليها ياس تعطيها تعطيها ياس اوكي امورنا تمام التمام هلا بدنا نعمل تحسين لوحدة المعالج المركزية او اي تحسين تحسين اداء تضغط عليها بالشكل الاتي بتعطيها ياس امورك تمام التمام يا اسطوري تمام نيجي على اشي احسن اشي بموضوع الوكليات وهو تحسين اداء الاف بي اس او تعزيز اداء الالعاب الاف بي اس في محاكي تنسن تمام او جيم لوب فبنضغط عليها بالشكل الاتي بنعطيها ياس بعدها ياس بعدها اوكي وهيك انت بتكون عندك امورك تمام التمام نزل الحزم كاملة ويلعب لعبتك ويصار عندك دمج وهمي زي ما انا حكيت يا اخوان تمسح ملفات او بتروح على على المحاكي نفسه بتعطيه فايل اوبين فايل لوكيشن بنرجع خطوة الورا نضغط على كلمة بننزل على ونمسح ملفات انا بدلاها هيك فهي مش اسمها بس هي يعني ميل بحب تسوي هاي العددات وسوي هاي الخطوات هاي كلاتها وان شاء الله تستفيدوا باذن الله اوكي يا سطير هون بنكون وصلنا لنا هات الفيديو اتمنى يا شباب تكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا فيه وما تنسوا تدعمونا يا شباب باللايك والاشتراك بالقناة كان معكم اخوكم زياد او سموكر من قناة متسابق منشوفكم في فيديوهات قادمة جديد اسطورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله اشتركوا في القناة